إيه بقى الموضوع اللي ما يستناش لحد بكرة يا مراد؟ أنا آسف إن أؤخرك على معاد نومك يا هاني أنا عارف إنك صح يا بكرة بدرج عشان نزل مع عمال عشان معاد ما تبعت الدكتور عارف يا مراد لو اهتمت بشغلك زي ما انت بتهتم تعرف كل واحد فينا بيعمل إيه بالزبط والله ما هتزعل من إحسان ابتدى يطلع بأفكار وبقى راسه براسك في الإدارة اسمت هالم فيه تفاصيل ومشاكل كتيرة لها علاقة بالعيلة والبوتيلة لازم أشغل نفس بيها عشان مصلحتنا كلنا وكنت أتمنى بقى زي إحسان مفيش حاجة في دماغ غير الإدارة وبس فدي عندك حق حقيقي انت الفترة اللي فاتت كنت مشغول كنت بتحل مشاكل انت وقعتنا فيها وقولولنا انك انت معرفت اشتحل المشاكل من أول يوم هاتيني أهو في أزمة إحسان كمان مركز جدا في شغله في الفترة الأخيرة عشان هيبقى أب وهو أمال هيجيبه لنا أول حفيق للعيلة قصدي في نابلتين عيلتنا وعيلة بركات باشا خلاص اتجاد عن انت عقبلك انت هناك والله هانيب احنا مش مستعجلين وأنا عرف الضغط على أمال من أهلة إحسان وخصوصا عنات هانيب في موضوع الخلفة ده جا ما تنسي والله كنفانا والواحدة علشان تحافظ على زوج زي إحسان بن بركات باشا ممكن تعمل أي حاجة في سبيل ده مش فاهمة يعني يا أصدقائي اسمت هانيب احنا عيلة واحدة وأمال في الأول وفي الآخر بنت عمي ويهمني مصلحتها وأنا عارف أن مصلحتها أفرد عناية هانيب وبركات باشا عليها عشان كده أنا عمري ما هتكلم في الموضوع ده وبدأ يا ربنا من كل قلبي إن كم شهر اللي بقين في حملها يعدوا من غير محد يكتشف الحقيقة مش فاهمة لأ حضرتك فاهمة وفاهمة كويس قوي كمان وعايزة أطمانك هانيب إن مفيش حد هيعرف السر ده وعمر ما هيخرج برا القوضة دين زي أسرار كتيرة قوي كانت بيني وعمرها ما خرجت برا علشان فيها مصلحتك إنما تقدر تقول لي إيه مصلحتك فإنك أنت تداري على حمل الأمال أنا مش هطلب من حضرتك كتير اسمت هانيب أنا اللي عملته علشان خاطر سمعت العيلة ومصلحت الجراند قتل عمري ما كنت أتخيل في حياتي إن أنا عمله ومش بتدعي إن أنا عملت ده عشان خاطركم وبس لا في جزء مني كمان كان بيعمل ده عشان خاطر مصلحتي زي ما حضرتك قلت بس الاتفاق كان واضح يا هانيب إن أنا بقى مدير الجراند قتل بس يا مراطب لو أنت عايز تبقى مدير الجراند قتل وتتحمل المسؤولية المالية بدل إحسان عانيش مانع لا يا هانيب أنا مش بتكلم عن الإدارة بالعكس أنا متفهم تماماً ده وفع حضرتك إن إحسان يبقى المدير وخصوصاً في الوقت ده أنا بتكلم عن نصيبي في ملكات الجراند قتل لو فتكر من حق إنها تزيد شوية مقابل إن إحسان يستمتع بالوضع الجديد قصدي إحسان وأمال وإبنهم أمال أمال نصيب إيه اللي إنت بتتكلم معي؟ مملكش حاجة عندي على فكرة موضوع الجواب ده هوت لو ظهر أول واحد حتتضر إنت سيد بلعت وضع مختلفة هنا طبعا مختلف بحيث بصغيرة انا مش مدونة لك انت اللي مديون لي كمان بعد كل اللي قلتوا لحضرتك ده انا اللي طلعت مديون ازاي انت بتعمل كل اللي بتعمله ده مش علشان انك شهم ولا نبيل ولا عايز تزود نصيبك في الإدارة ده خالص انت بتعمل ده علشان مصلحتك طول عمري بقول انك انت زاكي لدرجة الغباء ما بتبصش غير تحت رجليكو بس من مصلحتك ان الولاد يتاخد منهم بدل ما امت يجي تفرد عليك تعترف انك انت ابو وبدل ما نصلي تعرف حكويك وغرمياتك مع الشخلات وحضرتك بتتكلم عن ايه؟ بفضل زي ما انت عرفت انا كمان عرفت بس انا فضلت اسكت بمزاجي انما انت نصر تقلف نصري نصر تخليني احس ان انا خلطت خلطت عمري ان انا جوزتك بنتي مش عابل ابدا انك انت تتكلم معي بالاسلوب ده انا تم زخين revise ايه اس قريبا اذا من قشنا نبقا سن